أود أن أشير في البداية لأن العلاقة بين السودان والمملكة العربية السعودية كانت قائمة على أساس الدعم الاقتصادي والمنح في غالبها أنا أفتكر أن هذه الزيارة انتقلت بالعلاقة لمرحلة أبعد وقفزة في العلاقات لأنها نقلت لمرحلة بتاعة شراكة واستثمار بدلاً كانت أنها مجرد دعم بانتهي بأن الأموال تصرف في غير مصارفها يمكن من عهد النظام البائد هذا الصندوق الذي يمكن دعمته المملكة العربية السعودية بمبلغ 3 مليون دولار وهناك مبالغ ستأتي من 3 مليار دولار وهناك مبالغ ستأتي من الشركاء الخارجيين الآخرين أنا أفتكر أن هذا مبلغ سيكون كبير جداً وداعم والمبلغ يمكن فيه بنود كثيرة يمكن أن تصرف فيه هذه المبالغ سواء كانت على البنية التحتية سواء كانت على التطوير المجال الزراعي وما إلى ذلك لكن أنا لا أعلم إذا كان سيتفق معي الناس في أنه أنا بفضل أن هذه المبالغ يعني الاستقرار الاقتصادي والأمن في السودان هو استقرار لكامل المنطقة لأجل ذلك يجب أن يكون هناك سلام مستدام في السودان ويمكن اتفاق السلام الذي تم في جبا لديه استحقاقات يجب الوفاء بها أنا أفترض أن الحكومة الآن ما عندها المبالغة الكافية لمقابلة هذه الاستحقاقات وكذلك يعني هذا الاتفاق لم يجد الدعم والسند العالميين الكافيين بحيث أنه يعني يجعل له صندوق يعني يمر به إلى بر الأمان